السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتكلم في هذا الفيديو عن معايير توزيع الأساتدة بالوحدات المدرسية وعلى الأقسام إذا بالنسبة للمعايير توزيع الأساتدة على الوحدات المدرسية أو على نعم الوحدات المدرسية يعني الفرعيات لكن الأقدم هي بالمجموعة المدرسية يعني الذي كان مشتاغل في هذه المدرسة هو القديم إذا تساوي تساوي الأساتدة مثلا كانت تزول أقدمية بالمديرية يعني كلي معين الأقدم في هذه المديرية إذا كانت تساوي نرى الأقدمية العامة يعني تاريخ التوظيف يعني التوظف الأول في الوزارة ثم إذا كانت تساوي كانت تزول السن يعني اللي عنده أكبر السن هو اللي يختار الواحدة المدرسية وفي حال التساوي بالنسبة لجميع هذه المعايير يتم اللجوء إلى إجراء القرعة ويتم ذلك بتحرير محضر يوقع من طرف كل الأستادات والأساتدة بالنسبة لإسناد لمستويات الأقسام للأستادات والأساتدة يتم توزيع مستويات الأقسام للأستادات والأساتدة العامين بالمؤسسة على التراضي إلى مكان التراضي يرجع الفصل في إسناد المستويات والأقسام إلى رأي رؤساء المؤسسة التعليمية ومفتيشين مناطق تفتيش بناء على أسس موضوعية ومقاييس تربوية وفي حالة استمرار عدم التوافق يتم اعتماد المعايير التي تم اعتمادها في توزيع الأستادات والأساتدة بالوحدات المدرسية يعني الأقدم بالمجموعة المدرسية ثم الأقدم بالمديرية ثم الأقدم بالنمعيين هو الأول عنده السنوات أكثر في وزارة التربية الوطنية ثم آخر حاجة السين وإذا كانت تساويب السين يتملوج القرعة وفي الآخر الأمر يتم توقيع واحد المحذر بأن هذه العملية التي تبقناها لكي نختار الأستادات في الواحدات أو في الأقسام ويتم توقيع على هذا المحذر كما قصبين هذه المذكرة يعني دواء إعادة تنظيم التربوي حدود تقليص في البنية التربوية أو توسيعها وجود فائد أو خصاص تقسيم مدرسة مستقلة أو إدماج مدرساتين مستقلة يعني هذه أسباب تجعلنا نعاود البنية التربوية من جديد إذن هذه المذكرة قد توضح لنا أجني المعايير توزيع الأستاد والأساتدة سواء في الواحدات أو في الأعلى الأقسام أول شيء هو الأقدامية بالجموعة المدرسية إلا كانت تساوي الأقدامية بالمديرية الإقليمية إلا كانت تساوي الأقدامية إلا كانت تساوي الأقدامية